السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا يقولون لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل حنا ويلفنا كل يوم يخرجنا ديناصور ينتقد المنتخب الوطني مضرورين من تتويج المنتخب الوطني خاصة بكأس العرب الأخيرة هذه هيش أنها نادر السيد وين كيفاش قلل من المستوى تعل منتخب الجزائري نادر السيد نطلقوا عليك غير آشي وبرك نطلقوا عليك آشي وبرك هذا مكان وين حارس مصري وين دلم المنتخب الجزائري ليس مرعب وكنا أقوى منه في كأس العرب حنا ويلفنا كل خطرة واحد ديناصور خطرة شكري الواعر خطرة دياب خطرة كل خطرة وديناصور وين قال الحارس الأسبق للمنتخب المصري نادر السيد إن المنتخب الجزائري ليس منتخب مرعب كما يريد البعض تصويره وأضاف الحارس الأهلي الأسبق أن المنتخب المصري كان الأقوى من الخطرة في مباراة التي جمعت الفريقين في الدور المجموعات من كأس العرب هذه هي متهم ناشي نور معلم انتارك تشوف سحنا جبناها وجيناه وكملناه واللعابة اللي رك تحدث عليهم كانوا كانوا أسوأ يعني وانت كنت أحسن راهم فانك روح لقاهم دوزيام تور لا يجعل دوزيام تور نلقاوك باش نربحوا العين مع الصغار ومع الكبار باش لين نلقاوه نعطوه الحز ايا اللي تاكل على روحو يجي سماتع اللي تاكل على روحو عين ببادحو تعرفوا الغنيات عين ببادحو آيات عين ببادحو ضرور ضرور غادي ندوروها عين ببادحو لين نلقاوه ايا مكان لا احترام لاولو وماذا بيا نلقاوه مصر دوزيام تور غادي نلقاوه مصر دوزيام تور وغادي نكموه مصر دوزيام تور غادي نكموكم غادي نكموكم كل شوه قارو وبروميار ميتو ثلاثين دقيقة عقلو عليها مليح دوزيام تور قدام مصر ثلاثين دقيقة اللولة وندخلوكم في حصة تدريبية هذاك صالح ثم يخليه سعره ويخرج سنخرجوه بلا شعر سنخرجوه بلا شعر صالح في طولوح يلعب مع ليبيربول صالح خرج عليه يجي يجي بش يعودة إليمينا غدي صالح غدي ما يلعب بلكمش صالح ما يلعب بلكمش ما غديش يلعب بلكم ويحوس بش يتإليمينا بش يعود يولي ليبيربول بالخف يا ربي غدي صالح غدي يغيب وعدي الحاجة تعسيمانا ونصاكا يغيب على ليبيربول يعود يولي غدي يولي بلا شعر هذا صالح تتعكم لكم تأكلين عليه ما يسلككم لا صالح لا وردة لا حمص لا فول لا معدنوس لا قصبر يعودين لنقذبوه نكوه هاكا خانش على هذا لازم تكويهم هذا لازم أخوي قذبه هاته قلبناهم دعم يهدوا سالح هاته شو دلنا ما شنيل معاهم وقلنا ما عليش انتم ما هربتوه انتم ما فرحتوه هربتو من المغرب انتم ما خوافه حق المصريين ما يهدروش قاعد النس كانوا خايفين من المنتخب تعال المغرب شكو اللي يلقاه لقاتها الجزائر وانا ذيك المباراة تعال المغرب نعتبرها نهائي احسن من المنتخب التعيس تعال تونس انا فرحت ونقولها ونعاودها المباراة تعال احنا النهائي انا راني نشوب اللي النهائي امام المغرب مش شي امام تونس احنا لعبنا النهائي تعال قبل الاوان امام تونس وامام قاطر كانت مبارايات شكلية لعبنا وصيد اولا ربحناكم خلالش احنا لعكو بديناها امام امام المغرب لعكو بديناها ملعبناه امام المغرب مباراة امام قاطر وامام تونس المنتخب التعيس كانت شكلية وعلى ربحناكم وعلى ربحناكم كانت شكلية توانسا كانت معاكم مباراة شكلية هذه المباراة لعبناها كمنا الوقت جبنا 18 ديساند وما هي امام المغرب نورما مو يحبسوا صحيح حبا صحيح ايا فركتو كلش قاعد غاسي تروح صحيح الصحة تلعب الصحة تلعب واضف الحارس الاهلي واضفق ان المنتخب المصري كان اقوى من الخط في المباراة التي جامعت الفريقين في الدول المجموعات من كاس العرب واكد المتحدث ذاتي بان تلك المباراة كانت سهلة جدا للمنتخب المصري لان المنتخب التزي كان قالق وخائف من الفراعنة وشكا نادر سيد في وطنية المنتخب الجزاري اذ قال انهم فرنسيون في الاصل تكونوا هناك ولعبوا هناك ثم اختاروا اللعب للجزائر على عكس محمد صلاح الذي تكون في مصر ولعب فيها ثم احترف ويرى الحارس زمالك المصري اسفق ان المنتخب المصري سيصل الى نسو نيائي كان بكل سهولة كما سيتصدر المجموعات على حساب المنتخب نيجيريا يا ربي يا ربي يا ربي امنية ما غادي نقول لك اعطيني دراهم ما غادي نقول لك اعطيني لوتو ما غادي نقول لك والو طياحة معايا مصر دوز يمتوز امنية تعي طياح معايا مصر دوز يمتوز عادي يا ربي طياح معايا مصر دوز يمتوز غادي نسيب بورتي نيجيريا باش تكراسي ترمي واحنا نكراسي ترمي ومصر دوز يمتوز تعايرنا تقولنا اللعابين تكونوا في فرنسا والاصل تحون فرنسيين احنا نلعبو فرنسيين يا ثم معايا كمش العابة ثم الشعراوي 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 من كانت من عائلة مالكة لباعت مصر وبغيتوا تروحوا تجيبوه في طليان الشعراوي عائلة شعراوي كانت عائلة مالكة ومن استعمرهم دخلت عليهم انجليزوا والانتفاضة الشعبية تعامل صاروا باعوكم وراحوا عائلة بكاملة باعتوا راعت عائلة شعراوي اللي تبع التاريخ بليح تبعوا التاريخ باش يكون على باكم وروح تولدوا تبكوا لوقا كما أنا أنا مانيش مصري أنا إيطالي ولعب مع الطليان وما يجيش عندكم وبسؤال عن إذ ما كان يخشى مواجهة جزائر في الدور الثاني من أمم إفريقيا قال السيد إن مصر يمكنها هزيمة الجزائر والمنتخب الجزائر لا يخيف والجديد بالذكر أن جل المحليين المصريين أشادوا بالمنتخب الجزائر المحلي في نهاية كأس العرب كما شددوا على ضرورة ابتعاد عن مواجهة الجزائر في الدور الثاني في أمم إفريقيا كما امتقد الآخرون آداء لهزيم للمنتخب المصري في البطولة وعدم قدرتهم على مجارات النسق للعب المنتخبات مثل أردن وتونس وقد يواجه المنتخب المصري نظره الجزائر في الدور الثاني في حال احتل المركز الثاني في مجموعته والظف المنتخب الجزائر بالمرتبة الأولى في مجموعته لا يجعل يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي مصري لكراسة دوزية وإن مصري كراسة دوزية ونحن نكراسة دوزية هاكا في طرق كل واحد هاكا نرحين العيب مع الغاشي نغير نربحوا العيب مع الغاشي أي ربحنا نقع العرب نزيد ونكبلوا هذه مصر هاي ما دومية هاذو شدي لحقد والله واعد هاذو هاذو إعلاميين مصريين يقول لك بليرانا خايفين والله العظيم مو اتيح معاه ها اتيح معاه ولا يجعل نطيحهم معا وفتحوا يكون جاء الناس بان الحقيقة تحتوا تتوانسا كي بانوا الحقيقة تشوفوا حقيقة المصريين كي باش هالي الاعلام المصري اللي راهدف وتشوفوا الحقيقة تحتهم كده هذا يقول لكم لديه الحاف هذو الشمنفت كانوا يشكروا فينا ها انا ما ننخلعش ينخلعوز جماعات هذوك لجماعات شينيكيتو سمع الاعلام المصري شا رايقولا شا رايقولا ايدمر لك في حديدة بلا ما تحس ايدمر لك في حديدة بلا ما تحس شا رايقولا شا رايقولا شا رايقولا انا جزائر غادي نلعبو نحوش نفوتو الظل الظل لانقلبوه ناكلوه ونفوتو شكرا لكم